بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد من إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الضابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس التوحيد وضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضوهية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس حياكم الله وبرك فيكم نبدأ بقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لما بين الشيخ رحمه الله في الباب الأول حقيقة التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له وبينا أيضا بالآيات القرآنية والحديث النبوي خطورة الشرك وخطورة تساهل في أمر التوحيد والعقيدة التي صار كثير من الناس ولسيما أدعياء العلم الآن يتساهلون بالتوحيد ويقولون الناس مسلمون ليسوا بحاجة إلى أن يتعلموا التوحيد ولو سألت هؤلاء عن التوحيد ما تعريفوا وما أنواعه لم يجيبوك فهم ينهون أو أنهم يقللون من شأن تعليم التوحيد وهم لا يعرفونه بل منهم من يدعي أنه من الدعاة وهو لا يعرف التوحيد على الحقيقة هذا خطر عظيم لما بين الشيخ رحمه الله أهمية التوحيد ووجوب التوحيد وأنه حق الله على عباده حق واجب على العباد لربهم سبحانه خلقهم من أجله ناسب في هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ناسب أن يذكر هذا الباب أن يبين فضل التوحيد أما أن الإنسان يذكر فضائل الشيء ومدائح الشيء ولا يبين حقيقته فهذا غلط كبير فمن الناس وكثير من الناس من يمدح الإسلام ويدعو إليه ولكن لو سألته ما هو الإسلام وما هي نواقضه لم يجبك بشيء لأنه لم يتعلم هذه الأمور فهذا ينبغي ويجب على المسلم أن يتفقنا له وقوله رحمه الله باب فضل التوحيد أي ما جاء من الأدلة في بيان فضل التوحيد وما يحصل للعبد بسببه من سعادة الدنيا والآخرة هذه مسألة المسألة الثانية وما يكفر من الذنوب فالتوحيد يكفر الله به الذنوب وإن كانت كثيرة إذا شاء سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمغفرة الله واسعة ولكن لمن فعل السبب الذي ينال به مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته نعم قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا أعظم فضائل التوحيد لهم الأمن وهم مهتدون هذا أعظم فضائل التوحيد الذين آمنوا آمنوا بالله عز وجل وفي رأس ذلك في رأس الإيمان بالله التوحيد فالمشرك أو الذي عنده شرك هذا لم يؤمن بالله عز وجل إنما يؤمن بالله من وحد الله حق توحيده وعبده حق عبادته الذين آمنوا ثم قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك المراد بالظلم هنا الشرك بقوله تعالى حكاية عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن أشرك بالله وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم فالظلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة الثاني ظلم العباد بالاعتداء عليهم في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وهذا لا يغفره الله إلا إذا عفى صاحبه المظلوم لا بد أن يعفو المظلوم عن من ظلمه وإلا فإن الله يقتص له يوم القيامة ولا يترك منه شيئا النوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي دون الشرك ظلم العبد لنفسه لأن المطلوب من الإنسان أن يكرم نفسه وأن يرفعها وأن يعمل لها العمل الذي يسعدها فإذا أذنب الذنوب تساهل بالذنوب التي دون الشرك فقد ظلم نفسه وعرضها لغضب الله وعقوبته وهذا النوع من الظلم يغفره الله جل وعلا لمن شاء من عباده قال جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا سيما من أتى بالتوحيد الخالص لله عز وجل فإن الله يغفر له ما عنده من الدنوب ولو كثرت إذا شاء سبحانه وتعالى كما يأتي في الأحاديث في هذا الباب فهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا توحيدهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن الأمن المطلق الذي ليس معه خوف أو مطلق الأمن وهو ما معه خوف فالأمن المطلق هذا لمن أخلص التوحيد نهائيا ولم يحصل منه ذنوب ولا بدع ولا محدثات أخلص التوحيد أو مطلق الأمن لمن سلم من الشرك لكن عنده ذنوب يخشى عليه من عقوبتها فلهم الأمن الأمن المطلق أو مطلق الأمن أما من ليس عنده التوحيد فإنه ليس له أمن أبدا فهو في العذاب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا هذه ثمرة التوحيد أنهم في الدنيا يكونون على هدى فيما يعملون وفي الآخرة يأمنون من عذاب الله فهذا من أعظم أو هو أعظم فضائل التوحيد نعم بسم الله خير إذن الشيخ صالح يعني الآية الكريمة دلت أنه إذا انتفى الظلم حصل الأمن وقلتم بأن الأمن هو الأمن المطلق هل نسميه يعني الأمن الكامل يا شيخ؟ هو الأمن المطلق هو الأمن الكامل أما مطلق الأمن فهو الأمن الناقص قد يكون معه تعذيب بالذنوب لكنه لا يخلد في العذاب نعم طيب يا شيخ في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل هل هو يعني من تمام كلام الخليل عليه السلام أم أنه كلام مستأنف شيخ صالح لما ناظر الخليل قومه في عبادة الكواكب نعم وهددوه هددوه بأن آلهتهم تنتقم منه نعم قال عليه الصلاة والسلام أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم به ولا أخاف ما أشركتم به شيئا إلا أن يشاء الله ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله لماذا أنتم تخوفونني بآلهتكم الباطلة التي لا تقدر على شيء وأنتم تشركون بالله عز وجل ولا تخافون من عقاب الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فالشرك ليس عليه دليل أبدا إنما هو شبهات وأباطيل وحكايات باطلة هذه عمدة المشركين وأما التوحيد فعليه البرهان القائم البراهين الكثيرة على التوحيد فلما هددوه بأن آلهتهم تنتقم منه هددهم بأن الله سيعاقبهم ثم قال أي الفريقين أحقوا بالأمن أنا الذي أخلصت التوحيد لله عز وجل وسلمت من الشرك أو أنتم الذين أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي برهانا ودليلا أينا أحق بالعذاب أنا أو أنتم فهو خصمهم وألجمهم عليه الصلاة والسلام بهذا قال الله جل وعلا مبينا الجواب الفصل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم رزاك الله خير إذن شيخ صالح يعني مناسبة الآية للترجمة لترجمة الباب نعم أن الله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن نعم والترجمة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فحصول الأمن المطلق أو مطلق الأمن هذا يدل على فضل التوحيد نعم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرج نعم هذا حديث عظيم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني نطق بلسانه أعلن بلسانه هذه الشهادة العظيمة فقال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وهي كلمة عظيمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات نفي للشرك وإثبات للتوحيد وهي رأس الدين هذه الكلمة هي رأس الدين ومنطلق الأعمال الصالحة للمؤمن من شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأن عبادة غير الله باطلة بهذه الكلمة وهي مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها والله سميع عليم يكفر بالطاغوت هذا مثل النفي في لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل من جن أو منس أو حجر أو شجر أو ولي أو غير ذلك أو قبر أو ضريح أو غير ذلك هذا هو الطاغوت وإن وإن كان المعبود إذا كان لم يرض بذلك فالملائكة هو الأنبياء والصالحون فإنهم لا يسمون طوغيت إنما الطاغوت من أمرهم بهذه العبادة هو الشيطان فهم يعبدون الطاغوت يعني الشيطان لعنه الله لأنه هو الذي أمرهم بذلك يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله تماما أن شهد أن لا إله إلا الله هذه الشهادة الأولى الشهادة الثانية أن محمدا رسول الله أي وشهد أن محمدا رسول الله حقا فشهد لله بالوحدانية وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فلا يتم تتم يحداهما بدون الأخرى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أي وشهد أن محمدا رسول الله فإذا ذكرت هذا واضح إذا ذكرت واحدة ذكرت لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله لا تصح إحداهما بدون الأخرى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام لماذا خصه في هذا الحديث لأنه اختلفت فيه أقوال اليهود والنصارى فهم فيه على طرفي نقيض النصارى غلوا فيه حتى جعلوه إلها مع الله وقالوا المسيح ابن الله وقالوا الله ثالث ثلاثة أو قالوا قالوا المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاثة أو بعضهم قال المسيح هو الله تعالى الله وعما يقولون ثلاث مقالات لهم هذا منتهى الغلو في عيسى عليه السلام ولهذا قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله لا يجوز الغلو فيه هذا موقف النصارى من عيسى عليه السلام أنهم غلوا فيه وجعلوه ابن الله أو إلها مع الله أو هو الله تعالى الله عما يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا أشد الغلو والعياذ بالله أما اليهود فإنهم فرطوا في حق المسيح وكفروا به ونسبوه إلى السوء وأنه ابن زنا وأنه ولد بغي كفروا به وقالوا إنه ولد بغي ليه لأنه ليس له أب ليس له أب ولكن الله قادر على كل شيء الله قادر أن يخلق بشرا من غير أب كما أنه قادر على أن يخلق بشرا من غير أم كما أنه قادر على أن يخلق بشرا من أم وأب فالله جل وعلا خلق آدم من غير أم ولا أب خلقه من تراب وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق حوى أم البشر من أب بلا أم لأنها خلقت من ظلع آدم عليه السلام ليس لها أم الله قادر على كل شيء يخلق ما يشاء ولهذا قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذي قدر على خلق آدم من تراب ألا يقدر على خلق عيسى من أم بلا أب بلى هو قادر على كل شيء وأن عيسى عبد الله ورسوله فقول عبد الله هذا رد على النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله الله قال عبد الله سماه عبدا كسائر عباده وكفى بذلك شرفا ورسوله رد على اليهود عبد الله ورسوله عبد الله رد على النصارى في غلوهم ورسوله رد على اليهود في جفائهم في حق المسيح عليه السلام أنه رسول الله وهم يجحدون رسالته قبحهم الله أما أهل الإيمان فإنهم توسطوا في أمر عيسى عليه السلام فقالوا عيسى عبد الله ورسوله شهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله لا بد أن تشهد هذه الشهادة لتتبرى من طريقة اليهود والنصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمته أن الله قال له كن فيكون فهو كلمة الله لأنه وجد بهذه الكلمة من غير أب ألقاها إلى مريم وروح منه روح مخلوقة أرسل الله بها الملك فنفخها في مريم نفخها في مريم فحملت من أثرها هذه النفخة والله جل وعلا قادر على كل شيء نعم جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء سوف نستكمل هذا الحديث العظيم حديث عباد بن الصامد في الحلقة القادمة من دروس التوحيد مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء تابعونا في هذه الدروس الطيبة المفيدة مع فضيلتها وتقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر